سبحانك يا لا إله إلا أن الغرف الغرف خلصنا إلى النار يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين في هذه المحاضرة نريد أن نتحدث عن القراءة المشهورة بين الناس نحن نعلم أن هناك قراءات مختلفة وأتحدث عن القراءات القرآنية عندنا القراءات السبعة عند القراءات العشرة وعندنا بعض القراءات أكثر من ذلك لكن اليوم أريد أن أتحدث في هذه الحصة الدرسية أريد أن أتحدث عن القراءة المشهورة شنو المقصود من القراءة المشهورة بين الناس؟ هذه القراءة مهمة جدا القراءة المشهورة يعني القراءة التي كانت سائدة في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والتي عليها الناس جميعا وأن التفتوا لهذه النقطة وأن اختلفت القراءات في أزمنة مختلفة لأسباب متعددة ذكرنا بعضها في الدرس السابق لكن بقت هناك قراءة مشهورة تحاكم كل القراءات على أساس تلك القراءة يقبل منها من هذه القراءات ما لم يكن يغير المعنى نقبل ويقبل ويقبل إذا لم يغير المعنى أما إذا غير المعنى المقياس والمصطرة في التغيير وعدم التغيير تلك القراءة المشهورة التي موجودة عند الناس والتي هي المصطرة وهي القاعدة التي يحكم من خلالها على كل القراءات هسا هذه القراءة المشهورة خلينا نتلمس وثائقها العلمية وين موجودة هذه القراءة فكرتلكم ذاك الشخص في الدرس السابق المقري النحوي اللي إلى باع طويل المتوفي في القرن الرابعة 355 الهجرية العطار عندما قرأ بشكل يخالف القراءة المشهورة ثارت علي الناس كذلك هناك نصوص ووثائق مهمة جدا تشير إلى هذه القراءة المشهورة أنقل لك بعض النصوص محمد بن سيرين محمد بن سيرين ينقل هذا النص ينقل الإتقان في جزء الأول صفحة 50 طبعا طبعات مختلفة يقول القراءة التي عرضت على النبي في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأها الناس اليوم دققوا في هذا النص القراءة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وآله في السنة التي التحق بها في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى هذه القراءة هي القراءة المشهورة هذه القراءة هي القراءة التي نقرأ بها القرآن اليوم هذه القراءة هي التي نزل بها القرآن هي التي قال عنها الإمام الصادق سلام الله عليه أن القرآن نزل على حرف واحد هي هذه القراءة وليس كما ذهب البعض وخلط بين مبحثين هكذا خلق أقول أفضل خلط بين مبحثين بين القراءات وبين الأحرف السبعة مبحث الأحرف السبعة مبحث من مباحث علوم القرآن شيء آخر هذا فتوجد قراءة مشهورة هذه القراءة المشهورة هي الضابطة وهي القاعدة وهي الأساس اللي من خلالها نستطيع أن نميز تلك القراءات المختلفة المتعددة وثيقة أخرى أيضا مهمة جدا في هذا المجال كل شيء مهمة هذه الوثيقة وهي عثمان عندما وحد المصاحف على قراءة واحدة وجعل الناس يدخلون عليه ويقرؤون القرآن اللي يسمعوا من النبي أو اللي يسمعوا من النبي عبد الله بن هاني ينقل هذا النص هذه الوثيقة يقول كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف شون يعرضون المصاحف هاي القراءات المختلفة هذه القراءة هذه قراءة هذه قراءة فأرسلني بكتفشات إلى أبي ابن كعب طبعا كتفشات مو ما أخذ لف وخذ ما الطلي رايح يريدي عزمة عليها لا مكتوب عليه هم كانوا يكتبون على العظام على الجريد النخل على الرقاء على الجلود على هذه الأمور يكتبون عليه فأرسلني بكتفشات إلى أبي ابن كعب فيها هذا الكتف المكتوب عليه لم يتسن لم يتسن أكو لم يتسنه أو لم يتسن التفت يعني الهاء محذوفة وكذلك مكتوب علي لا تبديل للخلق وكذلك مكتوب علي فأمهل الكافرين هذه آيات ثلاثة موجودة في القرآن الكريم يقول هذه الكلمات موجودة في هذه الآيات أسول يشذكر هذه الكلمات لأن أبي عندما راح له غير له هذه الكلمات يقول من دعا بدوات فمحى اللامين وكتب لا تبديل لخلق الله لا تبديل للخلق شيء للام هذه هذا ليش كتبها لأن هناك قراءة مشهورة حاكمة موجودة في ما بين الناس وكذلك فأمهل الكافرين فمحاها وكتب فمهل الكافرين وأيضا لم يتسن محاها وكتب لم يتسنه الحق الهاب هذه الوثائق تشير على أن هناك قراءة مشهورة بين الناس لا يستطيع أحد من خلال هذه الوثائق الواضحة وحتى من خلال بعض الوقاية أيضا لا يستطيع أحد أن ماذا يفعل؟ أن يقوم بعملية تغيير في هذه الوثائق الموجودة بين أيدينا ما يقدر ما يقدر يغير هذه الوثائق ليش ما يقدر يغير؟ لأنه هناك قراءة مشهورة بين الناس حس هذا التنقيط التشكيل الموجودة كله في فيما يرتبط بالنص القرآني مهما اختلف شكل الكلمة تنقيط الكلمة تقطيع الكلمة تقطيع أقصد به مثلا الألف في وسط الكي يخادعون لا يخدعون هذه الكلمة يعني يأخذون الألف مالتها ما يكتبوها خصوصا في ثنائي الكلمات مهما اختلفت هذه الأمور تبقى القراءة واحدة فإذن القراءة المقبولة هي القراءة الموافقة للنص الأصلي المحفوظ والمقروء ما أحجي على المكتوب دير بالك المحفوظ والمقروء لدى عامة الناس هسا الآن أنت من تجي تقرأ أنت وأنا من نجي نقرأ القرآن ونفتح سورة ونلقى ألف لام ميم ليش تقرأها ألف لام ميم هي ألف لام ميم لو هي ألم ليش ما تقرأها ألم ها الكتابة شيء والقراءة شيء أخر هذه القراءة متسالمة جاية وإن اختلفت الكتابة صورة الحروف هذه الآن لو أطيها الواحدة أقل لا يقراها مثلا الآن تجيك هذه الكلمة الموجودة في بداية السور القرآنية ألف لام ميم ألم مكتوبة لو تجيك في نص آخر ما تقرأها الف لام ما تقرأها تقرأها الف لام ميم ما تقرأها تقرأها ألم ولا يجي ببالك ولا يخطر ببالك أن تقرأها الف لام لعد ليش بالقرآن تقرأها الف لام ليش وكذلك يا سين أن تقرأها يا سين معا هنا مو يا كذا بالمكتوبة كاف ها يا عن صاد مكتوبة حروف مقطعة يعني حرف كاف يا لو ممزوجة لو جت هاي الكلمة في نص آخر تقرأها تقرأها ما تقرأها فإذا أكو قراءة مشهورة وإن اختلفت التفت إلى هذه النقطة وإن اختلفت صورة الكلمة التي تعبر عنها تلك القراءة ولكن تبقى القراءة محفوظة قادمة من الأزمنة السابقة ومتسالمة جيل عن جيل فإذن القراءة المقبولة هي الموافقة مع النص المحفوظ لدى عامة المسلمين المحفوظ هنا دير بالك ما أقول المكتوب لأن هذه الكلمات لو جاييتك بغير نص أسألة لو واحد يكتب له كتاب ويكتب ألم يقراها واحد من بعده ألف لام ميم لا يقراها ألم لكن الآن بمجرد أن تفتح القرآن وتشوف تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريبة فيه هدى ليش مهي مكتوبة ألم تقول لا الكتاب الشيء القراء الشيء أخر فإذن أكو قراءة بعضهم يجوز ما يعرف هذا شن السبب ما يعرف شن السبب ليشعر يقراها ألف لام هي ألم لكن هو ما أخذ دارج على القراءة السبب هو هذا أن هناك قراءة مشهورة موجودة عند المسلمين متسالمة يد عن يد محفوظة على القلب قادمة من أزمنة مختلفة من الزمان النبي إلى الأزمنة المختلفة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من الزمان هذه القراءة وإن اختلفت الكلمات وضبط الكلمات وتشكيل الكلمات وتنقيط الكلمات عنها ولكن القراءة باقي على ما هي عليها هذه من خصائص النص القرآني من خصائص النص القرآني فإذن ملاك صحة القراءة آه نعم أريد أوصل لك لهذه النتيجة ملاك صحة القراءة موافقتها للقراءة المشهورة المحفوظة في قلوب المسلم وإن اختلفت عمليات التنقيط يعني اليوم مثلا عندما أأتي إلى هذا النص القرآني وأجد قراءة مخالفة لهذا النص القرآني ما أقرأ القرآن بذلك القراءة ما أقرأها بتلك القراءة تلك القراءة ما أقرأها أقرأها بما هو ثابت عندي وأضرب لك مثال كلمة فتبينوا وفتثبتوا الفرق بيناتهم شوف قراءها شوف اكتبها وشوفها اكتبها يمك وشوفها الزم ورقة وقلم وكتبها فتبينوا فتثبتوا الفرق بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية هي النقاط لا بالأعلى لا بالأسفل في الآيات القرآنية الموجودة عندنا الآن بالثابت يعني بالمصحف يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله لأنها أجت في مورد بالقرآن الكريم في مكان بالقرآن الكريم أجت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا فتبينوا فإذا جتني قراءة تقول لي فتثبتوا آخذ بالقراءة التي موافقة للضبط القرآني الموجودة عندي فتبينوا وكذلك جاءت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة هنا البعض قراءة فتثبتوا فأقراها الآية وفق ما موجود عندي في الثبت اللي الآن مكتوب لأننا نتحدث عن ميلاك صحة القراءة مرة أقرأ خلاف ما موجود بالثبت ألف لام ميم هي ألم أنا أقرأها ألف لام ميم هاي القراءة اللي جايبها أنا ومرة واحد يجي خالف للثبت ما عندي فرد شيء أنا مشهور من أقراها أشوف لكن هي مثبتة في القرآن شنو فتبينوا مو فتثبتوا إذا إجتني بالنصوص التاريخية والوثائق التفسيرية قراءة تقول فتثبتوا ما أخذ بتلك القراءة أخذ بهاية القراءة فتبينوا الموافقة للثبت القرآني للنص القرآني لأننا نبحث عن ميلاك صحة القراءة سأما هي قراءة مشهورة وإما لا موجودة مثبتة في داخل النص والقرآن كما قلنا مرارا وتكرارا نازل على حرف واحد ما نازل على حروف متعددة حتى أقرأ فتثبتوا فتبينوا كما قيل البعض يعني حاول أن يجعل البحث الحروف السبعة يجعل كالقراءات السبعة سطرح هذا الأمر على الإمام الصادق سلام الله عليه عندما سؤل الإمام الصادق نزل القرآن على سبعة أحرف قال كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد فإذن الملاك الأساسي لصحة القراءة واحد المشهورة وإن اختلفت في ضبط الكلمة في داخل النص اثنيا ما عندي شيء مشهور عندي قراءة واحد مثبت في النص واحد لا بقراءة جاية بالنصوص التاريخية فتبينوا لو فتثبتوا فتبينوا بالنص فتثبتوا في النصوص التاريخية أخذ فتبينوا وكذلك أيضا في موارد أخرى ليست فقط في هذه المادة في موارد أخرى مثلا أضربك مثال حتى يطهرنا لو حتى يطهرنا في قضية الحيض يطهرنا لو يطهرنا يطهرنا انقطاع الحرب يطهرنا غسلا لازم بالإضافة لانقطاع الغسل فما موجود بالثبت يطهرنا خلاص أمشي على ما موجود بالثبت في الناس فإذا أجتني قراءة في هذه النصوص التاريخية مثلا موجودة في مصدر تاريخي أو موجودة في مكان معين خارج النص القرآني أخذ بما موجود في النص القرآني وأنظر إلى ما موجود في الكتب الأخرى الملاك الآخر لقبول القراءة وعدم قبولها هو الفصاحة في اللغة أكو كلمات فصيحة والفصاحة لا توافق الشذوذ الفصاحة توافق الإفشاء والانتشار يعني كلمة فصيحة ومنتشرة مستعملة كثيرا مشاذة ولهذا البعض عندما قرأ وما تنزلت الشياطون جمع الشيطان جمع بالواء والنون وهذا خلاف الفصاح كما هو معلوم ومعروف فإذن أنا عندما أأتي إلى ملاك ملاك لقبول هذه القراءة ورفض هذه القراءة عندي ضوابط معينة الضابط الأولى الشهرة أي القراءة المشهورة المتسالمة بين الناس هسا هذه القراءة المشهورة المتسالمة بين الناس قد تختلف ضبط كلمات في داخل النص يتكون مقروعة خلاف ما مكتوبة تروح للمقروعة إن هي المشهورة مرة أخرى لا تأتي أنت ما عندك شيء مشهور عندك فتبينوا وعندك فتثبتوا الملاك وين تروح الملاك الأساسي في صحة القراءة تروح ما موجود ومثبت في النص القرآني فتبينوا وكذلك يطهرنا ويطهرنا وهكذا في موارد كثيرة من هذه الأمور أيضا فيما يرتبط بالفصاحة فملاك صحة القراءة أكو ضوابط بها وواحدة من هذه الضوابط أضيف أيضا ضوابط ضابط مهم وواحدة من هذه الضوابط أن لا يعارض القراءة الدليل قطعي برهان سن فلان يمكن ما يكون معارضة إلها لأنه هذه المعارضة سبب لي مشاكل سبب لي مشاكل كثيرة مثلا أضرب لك مثال فيما يرتبط بالمعارضة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاءُ فَاغْسُلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرافق أَخْسُلُوا وَأَخْسُلُوا 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 وَأ مفروض وامسحوا برؤوسكم وارجولكم ليش وارجولكم وعي مهمة هذه هنا اجت حالة المفروض انت تقوم بعملية تفكيك لهذه العبارة شوف المسح المسح هنا من الافعال يعني جايقول وامسحوا فعل هذا الفعل عندما اضيف وامسحوا برؤوسكم هو في الحقيقة يريد حدد المكان وإلا هو يتعدى يصل وامسحوا رؤوسكم لكن بما انه يريد حدد المساحة فذكر هذا الحرف فذكر هذا الحرف لتحديد المساحة مساحة ومقدار المسح بالرؤوس من اجي عطف وارجولكم ما اعطف على الرأس المجرور برؤوسكم اعطف على المكان وامسحوا رؤوسكم المكان هو منصوب وليس مجرور وسبب ذكر حرف جر هنا لغرض تحديد المساحة التي ذكرت هنا يعني لو قايل وامسحوا رؤوسكم بش يستدعي هذا الامر ان يمسح كل الرأس وامسحوا رؤوسكم لكن جاء بالحرف ليش حتى يكون دليل على ان المسح يكفي فيه بمجرد امرار شيء على الرأس فمجيء الحرف هنا الغرض من عدة هذا التحديد وإلا المسح يتعدى الى الرؤوس وامسحوا رؤوسكم ولكن عندما جاء العطف وارجولكم ونصب ارجولكم ما كسرها عطفا على الرؤوس هذا يكتشف لك شيء مهم او يكشف لك شيء مهم وهو ان القواعد اللغة العربية والقواعد النحوية الها ضوابط والها قواعد عامة والها شذوذ انت تمشي ضمن الادلة العامة الواضحة الادلة العامة الواضحة ان المسح المسح يتعدى وامسحوا رؤوسكم ولكن لغرض التحديد جاء بالباء فالمعطوف علي بعد ما ينعطف على الحركة العرابية المجرورة للرؤوس برؤوسكم وما ينعطف على المحال وامسحوا رؤوسكم وارجولكم لكن احتاج المسح في الرأس بالتحديد فذكر هنا الباب اضف الى ذلك هناك بعض الادلة والبراهين الممكن التي ممكن ان تذكر في هذا الباب روايات تأتي يعني احنا عندنا رواية اجت قطعية في هذا المجال ما تقدر تخالفها انت هذه الرواية القطعية ولكن عليك ان تقوم بعملية يعني بحث عن اللغة والنحو وايجاد التوجيه المناسب لهذه الامور التي ذكرت هنا فملاك ملاك القراءة هو هذا تطبيق القراءة مع ما هو مشهور ما عندي مشهور عندي ضوابط معينة لقبول صحة القراءة الثبت القرآني هذا مهم جدا عدم معارفة للقواعد سواء كان قواعد لغوية قواعد أدبية قواعد يعني براهين وأدلة عقلية وسنن وهذه الامور الكثيرة اللي هي اعتبرها من الامور القطعية المهمة وايضا الحديث عن الضابط المهم اللي اتحدثت عنه هو الضابط الموجود في هذا النص هذا الضابط الموجود في هذا النص هو القاعدة هو الأساس في حالة عدم موجود قراءة مشهورة مخالفة لهذا الضابط القراءة المشهورة اللي الناس تقراها جميعا طبعا القراءات كثيرة متعددة كما تعلمون عندي عندي حوالي تقريبا سبع قراءات بعضهم بعضهم قال عشر قراءات بعضهم قال أربعة عشر قراءة وهكذا قراءات متعددة ما دام هي القضية اجتهادية فبابها مفتوح ومو قضية توقيفية قضية اجتهادية اختيارية تختلف باختلاف الاماكن باختلاف الاشخاص باختلاف القدرات عندي قراءة عبدالله بن عامر اليحصب الدمشقي هذا القراءة هي القراءة المشهورة حافص عن عاصم لأن عاصم عنده تلميذيان حافص وشعبة بن عياش قراءة أبو عمر البصري قراءة حمزة الكوفي قراءة نافع المدني قراءة علي بن حمزة بن عبيد الله الكسائي قراءة خلف هذه سبع قراءات الآن أضيفة إلى ثلاث قراءات قراءة خلف بن هشام البزار وقراءة يعقوب بن سحاق الحضرمي ويزيد ابن القعقاع كل واحد من هؤلاء كل واحد من هؤلاء القراء اللي نتحدث عنهم كل واحد عنده تلاميذ عنده تلاميذ كل واحد من هؤلاء القراء وهؤلاء التلاميذ هم الذين نشروا هذه القراءات هذه القراءات لم تكن جميحة متواترة بين المسلمين لا هذه القراءات أخبار آحات وإلا لو كانت متواترة ما كان اختلف القراء فيما بينه ولا اختلف التلاميذ فيما بينه فهذه القراءات هي قراءات أخبار أحد نعم هذه القراءات إذا توفرت بها الضوابط والشروط والملاكات الموجودة في النص القرآني لا بأس يقرأ بها وكما ذهب إلى ذلك بعض العلماء أما إذا ما توفرت بهذه الضوابط وهذه النصوص قراءات كثيرة وصلت إلى 14 وصلت أكثر من ذلك فاللي اتسالم عليها لبعض العلماء أن القراءات السبعة هي القراءات المتوفرة فيها الضوابط اللي ما تغير في معاني الكلمات بعضهم أضاف إلى السبعة تلك الثلاثة قراءة خلف وقراءة يعقوب وقراءة يزيد خلف ابن هشام البزار ويعقوب ابن أسحاق الحضرمي ويزيد ابن القعقاع أضاف إلى ذن القراءات بعضهم أضاف القراءات الثلاثة إلى السبعة فصارت عشرة وقبل هذه القراءات العشرة قبلها كقراءات يمكن أن يقرأ بها النص القرآني المهم الأساسي اللي أريد هنا أبين وأوضح في هذا الدرس أن هناك قراءة مشهورة هذه القراءة المشهورة هي الأساس المعتمد في قراءة النص القرآن هذه القراءة المشهورة قد في بعض الحالات في بعض الحالات ليست موافقة للثابت من ناحية المكتوب يعني القراءة غير القراءة الملفوظة غير النص المكتوب مثل ما ضربت لكم مثال ألف لام ميم ما موجود ألف لام ميم موجود ألم بس أنت تقرأها ألف لام ميم لو تجدها بنص آخر تقرأها ألم بس بالقرآن تقرأها ألف لام ميم فحتى لو اختلف الثبت لهذه الألفاظ لكن القراءة المشهورة المتسالمة التي جاءت إلينا كل المسلمين الآن يقرؤوها ماكو مسلم يقرأها ألم يقرأها ألف لام ميم وكذلك بقية الحروف وبقية الكلمات فهذه القراءة المشهورة هي القراءة الأساس في هذا وأكون هناك ملاك وضوابط لقبول قراءة ورفض قراءة واحدة من هذه الملاكات موافقتها للثبت واحدة من هذه الملاكات عدم مخالفتها للأدلة والبراهين والأمور المقطوع بها وهناك أيضا ملاكات ذكرت في هذا المجال ولكن تبقى القراءة المشهورة هي القراءة الحاكمة المشهورة بين المسلمين وكما قال أمة أهل البيت سلام الله عليهم اقرأوا كما يقرأ الناس أو اقرأوا كما علمتهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بمحمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة